ان شاء الله بإذن الله قادرين ان احنا ناخد بطاة تأهل للنهائي وان شاء الله بإذن الله كمان والنهائي يعني احنا زي ما تعودنا بنمشي الخطوة بخطوة تأهل انا كنت تكلمت حضراتكم انه في ظل طبعا البطولات الكتير جدا يعني يعني لعيب النادي الاهلي بيلعب زيادة تقريبا عن كل فرق القرى الافريقية عدد لا يقل عن 6 او 7 مطشاط بالقليل يعني فبنتكلم طبعا عن حجم اجهاد كبير جدا وده يستدعي انه الجهاز الطبي طبعا كله كفاءات وكلها اسماء محترمة جدا لكن كمان من حيث الامكانيات يكون عندك احدث تقنيات واحدث الاجهزة وده اللي يمكن كنت تكلمت عليه في اكتر من مناسبة في السادسة يمكن اللقطة اللي جاية حضراتكم هتشوفوا يمكن كابتن علي معلول طبعا حمد الله على السلام معلوله اضافة ومليت مكانك وقدمت يعني مرضود اكتر من رائعة مش بس في مطش الترجي لكن كمان حتى في الفترة اللي انت شاركت فيها في مطش نهضة بركان مليت الناحية الشمال ودتها الحقيقة تقل كبير جدا نتمنى ان شاء الله بإذن الله انك تستعيد مستوىك فأسرع وقت ممكن ويمكن الوقت مبارح رحلة العودة من تونس للقاهرة استغلوا الجهاز الطبي عشان يعمل جلسة استشفاء لكابتن علي معلول أثناء الرحلة نفسها يمكن هنوري حضراتكم واحد من دي اللقطة طبعا أو ده الجلسة اللي كان بيعملها كابتن علي معلول وده واحد من الأجهزة الحقيقة اللي أضيفت للتقم الطب في النادي الأهلي عشان تساعد اللعيبة انها تبقى جهزة وتبقى في أحسن حالة بدنية طبعا وفنية في أقل وقت ممكن تحية وتقديل الحقيقة بالتأكيد يمكن الجهاز الطبي بالكامل جندي مجهول يمكن الجماهير ما تحسش قوي بالمجهود اللي بيقوم بي لكن عشان تقدر تتابع وتخلي اللعيبة دايما جهزة وتجهزهم خصوصا اللعيبة اللي أصيبت وترجحهم فقال لوقت ممكن ده بيحتاج بالتأكيد مجهود وخبرات كبيرة جدا نروح للصحف التونسية طبعا بالتأكيد كانت صدمة صدمة للجماهير اللي حصلت في الملعب مناسبة للجماهير أعتقد أنه من حقنا أنه حضور الجماهير يعني إحنا كنا بنتكلم عن 5000 طبعا قبل مطش الترجي لأنه إحنا من الناس اللي بتلتزم يعني الأهلي عمروا أبدا ما ممكن يتم الاتفاق على حاجة خصوصا في بطولة كبيرة جدا ولا في أي بطولة الحقيقة يتم الاتفاق على تفاصيل معينة خاصة بالنحية التنظيمية والأهلي تحت أي سبب من الأسباب أنه يبقى فيه عملية خرق لهذا الاتفاق لكن للأسف شديد جدا وبعد ما تم الاتفاق أنه فيه 5000 مشاهد أو مشجع تنسي يحضروا اللقاء شفنا طبعا أنا ما عنديش حصر دقيق لكن أنا فيه تأدير الجماهير اللي شفتها في المطش مبارح ما تقلش أي حال من الأحوال الـ 15 و20 ألف وإن كانت تزيد كمان ويمكن الحقيقة نتمنى أنه نشوف في مدرجاتنا نفس العدد ده على أقل تأدير فيما يتعلق بمبدأ تكافؤ الفرص من حق 20 ألف من جماهير النادي الأهلي أنها تحضر هذه المباراة وأعتقد أنه النادي الأهلي هيتحرك فيه هذا الاتجاه أرشوف مع حضراتكم بقى الصحف التنسية طبعا يعني زي ما قلت حالكم صدمة كبيرة جدا لجماهير نادي الترجي ويمكن انعكست الصدمة دي على أهم عنوين الصحف التنسية اللي علقت على أحداث مطش الأهلي والترجي بعد طبعا ما خسر الترجي في ملعابه وسط جمهوره بنتيجة 1-0 جولة سريعة مع حضراتكم أبتديها بإزاعة موزايك أف أم الإزاعة قالت أنه الترجي انهزم أمام الأهلي بهدف دون رد الهدف سجله محمد شريف زميل علي معلول طبعا في الديهة 67 وشددت يمكن أنه أبناء معين الشعباني هيكونوا مطالبين بتدارك الهزيمة في لقاء القياب عشان ينتزعوا ورقة العبور لإنهاء الشروق التونسية قالت الترجي ينهزم فيه رادس وعلقت الصحيفة يمكن وكتبت انتهت مباراة ذهاب نصف نهائي بطولة أفريقيا بين الترجي الرياضي التونسي والأهلي المصري التي احتضنها ملعب حمادي العقربي برادس بفوز زملاء علي معلول بهدف صفر سجله محمد شريف في الديهة 67 كمان اتكلمت الصحيفة عن انطلاق لقاء الترجي طبعا في المرعب الأوليمبي فرادس بعد ساعة كاملة طبعا من المعادل اللي كان متفق عليه بسبب الصدمات اللي حصلت بين الأمن والجمهور وقالت انه تم استخدام الغاز المسهيل الدموع عشان يتم السيطرة على الوضع واحتاجت قوات الأمن لوقت طويل جدا لإعادة الأمور لنصابها الصحيح ويمكن الفرقتين تأثروا بهذا التأخير الصحاف الصباح نيوز قالت انه الأهلي بيهزم الترجي وقالت الأهلي وضع قدما بالفعل في نهاية دوري الأبطال وده بعد فوزه في مباراة الزهاب على مضايفه الترجي بهدف دون رد سجله محمد شريف صحيفة تونس الرقمية كتبت في عنوانها الترجي يتكبد الهزيمة أمام الأهلي وذكرت الصحيفة كمان قالت انه الترجي انقاض إلى هزيمة أمام الأهلي بهدف دون مقابل وركزت الصحيفة في عنوان تاني منفصل على انه الترجي مهدد بعقوبة قاسية تفاصيل يمكن العنوان ده قالت فيها الصحيفة انه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بيدرس بالفعل تسليط عقوبات كبيرة ومشددة على الترجي الرياضي بسبب الأحداث الجماهيرية والشغب اللي سبق مباراة الأهلي المصري وده طبعا لأنه كان فيه أكتر من مناسبة وإحنا يمكن تكلمنا عليها أو تناولناها في السادسة أنه التحاد الأفريقي يوجه أكتر من تحزير للنادي الترجي فيما يتعلق بناحية الحضور الجماهيري لكن طبعا لم يتم الانتزام بها وعلى أساس ده يمكن لجنة الانضباط قامت بتحرير أو تسجيل عدد من المخالفات ومن المتعقع أن يبقى فيه عقوبات بقى على الترجي في الفترة اللي جاية بالتأكيد هيكون فيه عقوبات مالية لكن هل من الممكن يبقى فيه عقوبات إدارية ده اللي هننتظره فيه الأيام اللي جاية ممكن يكون فيه بعض العقوبات مرتبطة بمباراة تقام بدون حضور جماهيري في النسخة اللي جاية من دوري رابطة الأبطال كمان لابراس التونسية قالت في عنوانها تعليقا طبعا على اللقاء الترجي يزيد الأمور صعوبة وقالت أن المباراة كانت صعبة جدا وكانت مسيرة بين فريقين الاتنين عندهم فرص المنافسة على اللقب لا سيامع على حد تعبيرها أو من وجهة نظرها الترجي التونسي اللي لعب أمام خمس سلاف مشجع وده طبعا أمر مش دقيق وزعت جوهرة أفقام التونسية كتبت في تعليقها على نتيجة اللقاء دوري أبطال إفريقيا الترجي ينهزم أمام الأهل المصري حقيقة يمكن معظم الصحف التونسية يعني عكست بشكل كبير جدا صدمة الخسارة أمام النادي الأهلي في مواجهة دور قبل النهائي واعتقد يمكن دايما مهور النادي الأهلي بقى بيتفائل وبيستبشر الحقيقة باللعبة في تونس في مباراة الحسم أو خروج المجلوب لأن الحقيقة دايما كانت وش تساعد علينا